ألف مبروك يا طعم طعم ألف مبروك يا طعم طعم لا يا حبيبتي خلاص بقى أنا كده خلصت رسالتي لا تقولش كده بعد الشر عليك ربنا يخليك يا حبيبتي جان كنت عايزاكي اه قوي اه استأذنك يا بنات بس عشان عال مع حماتي ايه حماتي دي؟ قوللها بقى يا بنتي أنا مش حمايتك أنا زي أمك يلا يلا إذنك ترقوا عنا الست دي شكلية طيبة قاعدة بس الجامل ايه مش حقق بص خرم عليها روه ابنها الوحيد أكيد متعلقة بيه برضو صح ابنها بس جايز تكون مريضة بيه؟ اه اه ما انتقتش شكلها عجلتها عقليه ده وليه مفيش رأسه وغيسة كده عارفة كنت عايزة أتكلم معاكي من فترة كبيرة بس للأسف ما كانش فيه وقت دي عارفة بقى طنت العفش والديكور والحاجات تاخد وقت طبعا اه يا حبيبتي انا عارفة طبعا عايزة اقولك يا جان انه عماد فعلا بيحبك ده ابني وانا عارفات كويس انت واخدى راجل بجد هتعرفي كلامي ده مع العشرة انت كل حاجة في حياته لا اما انا عارفة عارفة ان عماد بيحبيني كويس ومتأكدة كمان انه هيكون مبسوط معايا ان شاء الله يا حبيبتي انا عشان كده بقى هتكلم معاكي بصراحة صدل لاني بعتبرك زي عماد بالظبط اه انا حاسة يا جاني انتى حاطة حاجز ما بيني وما بينك ما عرفش بتعميني رسمي قوي وبعدين مش بنتكلم مع بعض زي اي اتنين يعني كنت بقول كده احتمال يوم من الايام الحاجز ده يتكسر ونتكلم مع بعض بصر الاسف ده ما حصلش علشان كده قررت النهاردة ان يتكلم معاكي واكسر الحاجز ده بأيدي انا عايزة فهمك ان انا زي امك يعني لو عماد عملك اي حاجة او ضيقك وطبعا ده مش هيحصل وانا متأكدة تتكلميني على طول وتيجي تعودي معايا انت عارف ان انا معنديش بنات وانت زي بنتي بالظبط هو في حاجة يا تند يعني انا من ساعة معرفة عماد في حاجة مضيق حضرتك لا يا حبيبتي فيش حاجة طيب يبقى انا صحي بقى بص يا تند قدر الكلام بيعمل مشاكل كتير ايه علشان كده انا حابة ان يبقى ده شكل العلاقة بيني وبين حضرتك وفي سبب تاني لحضرتك وعمرك هتكوني امي ولا انا عمري هكون بنتك ليه كده يا حبيبتي علشان دي الحقيقة عماد مش هيبقى زي امجد عند بابا وماما بعدين انا مش هكتب عليكي ومش هقولي الكلام مش حقيقي انا مش هتدخل ابدا في العلاقة بينك وبين عماد خالص ماليش دعوة بالموضوع ده خالص بس اللي حضرتك لازم تستوعبيه ان عماد الحياة تغيرت يعني هو داخل على جواز مش هيبقى فضيلك على طول حياته هتتغير زي بالزبط انا كمال حياتي هتتغير مش فاهمة ما تفاهميني اكتر لا هو في الحقيقة اكيد انا مش هقدر افهمك تهيقلي الايام كفيلة ان هتفهم حضرتك انت شايفة كده طبعا اكيد ما عليش سوريا تانت عشان انا صاحباتي كده سايبه اموا واحده ما عليش دك في البيتك موسيقى 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 ايه تعملتي؟ هتوعيني؟ انتي زي بنت الكلمة طعمت كده انا اسفن وكنت شاقصت انتي كنت هتوعيني على وشي على فكرة بس برضو ما انفعش كده خلاص يا مامي تعالي مفيش فايدة هم مش بيقولوا برضو عننا في الاسلام نغد البصر يا شيخ سيف ايه يغد البصر يعني بعدين قلتلك من الاول انا مش عايز انزل انت اللي قصوريت ان احنا نيجي مفيش حاجة يعني انا مازالتش انا مازالتش انا مازالتش انا بتايت هدايت من طريقت همتي انا عايز اروح يوم يا ماما يا اومي يا اومي انت هنا جميل اعمل ايه تخيالي؟ 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 تخيالي على النهضة وصحاروني في كابريت؟ بساطة يا حبيب يعني انت انت بتعملت ايه في ليلة الحنة؟ مالك يوم انا مش هزيبك انا ماليش ماليش غيرك هلا مالك يوم انا هفضل جنبك على طول مالك انا مالك مالك بش هحضر فرحك يا اومي بيه مالك 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 انا مالك انا مالك مالك cuzآدر فاراك cuzآدر فاراك cuzآدر وانس سهل cuzآدر فاراك شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة